زي ما قلنا لحضراتكم ان حرب اكتوبر كانت بمثابة تحدي التحدي بعد 67 كان فيه تحدي امام المصريين كلهم جيش وشعب لان مصر بتاريخها دولة كبيرة لما يحصل اللي حصل في 67 كان لازم مصر ترد والوقت ما تأخرش كتير ايام وبدأت الرد وبدأ الموقف المصري وفيه معركة رأس العش اللي كلنا بنتذكرها ويمكن النهاردة تحديدا كان فيه تصليط ضوء عليها بشكل اكبر تحدي التحدي مش هنقبل الهزيمة لكن هنشتغل واشتغلنا لمدة 6 سنين و3 شهور لحد ما حققنا النصر الرئيس السيسي في الندوة قال انه بيتذكر جيدا كل شيء عن الحرب وكان بيحتفظ بجميع البيانات وما بيتم نشره عن الحرب في الصحف والمجلات المصرية والعالمية وخلال الندوة التسقفية للقوات المسلحة استشهد السيد الرئيس بأحد مقالات الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل قبل حرب اكتوبر 73 وتحديدا في مارس 12 مارس 71 واللي كانت ضمن خطة الخداع الاستراتيجي نشوف الكلمة ونرجع تاني في مقالة مقالة واحدة من ضمن المقالات التي تقلت كان ضمن الخطة الخداع الاستراتيجي كان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسنين هيكل كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصر للعبور وإيه النتائج اللي ممكن تحصل فيها أنا قرأت المقالة دي كنت أقرأ في الوقت دوت كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف ومبادر تروكرز وكده اللي لما تقرأ المقالة دي لولا جبتها لكم دي الوقت شوف بعدها بقالها أكتر من من 51 أو 52 سنة لأنها تعملت في فترة ما بعد السبعينات يعني بعد 71 أو 72 في الفترة دي لو جبت لكم المقالة وشفتوها وقرأتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة والله لا أبالغ مش عشان أنا مصري أو عشان أنا ضابط جيش لا 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 ده ما كانش ممكن ده ما كانش ممكن حد تاني يعملها إلا جيش المصري في الوقت ده